السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا تامن وصلنا معكم للدرس الخامس المشكلات الحضارية طبعا هذا الدرس بتحدث عن المشكلات التي تواجه المدن التي تعرضت للتحضر والهجرة من الريف إلى المدن وزيادة أعداد السكان طبعا هاي المشكلة ظهرت في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة تعرضت لهذه المشكلات الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية اللي هي مشكلة النقل الازدحام المروري مشكلة الضغط على الخدمات مشكلة التلوث مشكلة عدم توفر أماكن الترفيه والاستجمام أيضا مشكلة المشاكل الاجتماعية اليوم نتحدث عن هاي المشكلات الحضارية التي تعاني منها المدن اكتبوا لي السؤال ما هي المشكلات المشكلات الحضارية ما هي المشكلات الحضارية التي تعاني منها المدن أولا النقل اثنين الخدمات تلاتة تلاتة تلوث البيئة أربعة يمس نقص أماكن الترويح والاستجمام خمسة السكن في المدن ستة اللي هي مشكلات اجتماعية أولا نتحدث عن النقل النقل يعد النقل بجميع وسائله الشريان الرئيسي لربط أجزاء المدينة وضواحيها وتعاني العديد طبعا من المدن من الازدحام السكاني زي ما انتوا شايفين بالصورة تعاني العديد من المدن من الازدحام السكاني يعني زيادة أعداد المركبات هذه التزايد جاء من تزايد الكبير والتزايد يعني زي ما بيحكوها الانفجار السكاني اللي هي تعرضت له بعض عواصم العالم نتيجة لتزايد أعداد السكان الباحثين عن فرص عمل جديدة من الريف إلى المدن زي ما انتوا شايفين يا ثامن بالصورة اللي هي منلاحظ في زيادة كبيرة لأعداد المركبات ناتجة عن تزايد أعداد السكان خاصة في عواصم العالم ايضا في عنا سؤال ما أسباب ازدحام حركة النقل في المدن بسبب تزايد أعداد المركبات في المدن واحد زي ما انتوا شايفين طبعا بالصورة واثنين تزايد أعداد السكان اثنين تزايد أعداد السكان خاصة طبعا وين؟ في العواصم الآن الخدمات منلاحظ أيضا هناك ضغط على الخدمات طبعا في المدن التي تعرضت لزيادة الهائلة في عداد السكان طبعا هاي السكان بحاجة إلى المياه بحاجة إلى خدمات صرف صحي يعني المجاري بما معناه أيضا بحاجة إلى الكهرباء بحاجة إلى المدارس الجامعات بحاجة إلى مستشفيات ومراكز صحية فنتيجة للتزايد السكاني أدى إلى الضغط على هاي الخدمات إذن ما هي أو وضح اكتبوا لي السؤال وضح الخدمات من المشكلات الحضرية التي تعاني منها المدن وضح الخدمات من المشكلات الحضرية التي تعاني منها المدن السبب في ذلك أنه صار في عندنا نقص المياه وخدمات الصرف الصحي اثنين انقطاع التيار الكهربائي أربعة الخدمات الصحية والتعليمية إذن الخدمات من المشكلات الحضرية السبب في ذلك هو النقص المياه نقص المياه واحد اثنين وخدمات الصرف الصحي ثلاثة انقطاع الكهرباء أربعة الخدمات الصحية والتعليمية اللي هي المدارس والمستشفيات أيضا عنا أسباب تزايد مشكلة الخدمات في المدن لأدى إلى زيادة هاي المشكلة هي الزيادة السكانية الهائلة والمستمرة في المدن بسبب ارتفاع عدد الموليد وخدمات الصحية